إلى شأن الصحي الآن وملفنا للنقاش فـ 36% هي نسبة الإصابة بهشاشة العظام عند النساء الجزائريات وـ 90% منهن لديهن نقص في الفيتامين دال أي أن النساء الجزائريات أكثر عرضة لأمراض العظام والمفاصل تفاصيل أكثر مع لليا داود تعاني أغلبية النساء الجزائريات من أمراض عديدة للعظام حيث تعاني 90% منهن نقص في الفيتامين دال الذي يقي من الإصابة بهشاشة العظام وأمراض أخرى هنا حيث يكون أغلبية أو أغلبية أنها لا تغلبية لا تغلبية للعظام وفي حيث تفاصيلوا في وفاواتين عندما تأخذوا الناس لديك ملادًا فيها ما فعلنا؟ نضعوا بشاشة عظام لذلك يتغلوا أغلبية الأرض هناك تراثباً أبداً من تراثبين منها؟ كانت المنزل لكن لا يوجد تراث لذلك كل هذا تغيير لذلك يجعلون أن الناس 80% من الناس في الجزائر تتعامل من السفزن 36% من النساء البالغات من العمر 50 سنة فما فوق يعانين هشاشة العظام بالجزائر وامرأة من ثلاثة تصابوا بأمراض العظام 36% من النساء لتفوت العمر لا تحضر guerن Frau لا تحضر هذه المحرحة أي شخص المثال عندما عنا вин紅 Filipino فقط لن اجعلين الإستيوم المثال لنشاهد Remove لnotر موجودة خاصة برحية دائم سن الان ا рассند بين دائما عم sole 중 20% سوء التغذية ونقص التوعية من جهة يقابلها عدم احترام نصائح الطبيب أسباب تنوعت لكن نتيجتها واحدة وهي التأثير السلبي على الصحة ليبقى نقص الفيتامين D المقدمة للعديد من الأمراض التي تهدد صحة النساء شكرا